في الفيديو اللي فاتح عرفنا ازاي نزلع الطماطم من البذرة شرحنا الطريقة ولو لسه ما تفرقتش على الفيديو ممكن تشوفه هيطلع لك بلوقتي في علامة الاي فوق وعرفنا ازاي نهتم بالطماطم وهو شتلة واني هنسمده كل 15 يوم باسماتكم بوس تعالوا يلا نشوف ازاي هنجهز الشتلة لمرحلة النمو الجديدة دي شتلة الطماطم وهي عمرها 3 اسابيع نهتم بيها باننا نشيل الورق الدبلان ونسمد كل 15 يوم باسماتكم بوس طبعا عشان النبات هناكله بعد كده كثامرة ولازمة نسمد باسماتكم بوس نبعد خالص عند اي كيميكال او ان بي كي والسمات ده ودي بقى شتلة الطماطم نظهر فيها التوتا ابسلوتا وهي افا بتعمل انفاء في الورقة وبتضعف الشتلة جدا وهنعرف ازاي هنكافح التوتا ابسلوتا بس دلوقتي هنحضر السيز اكبر عشان ندور فيه الشتلة لان اكيد الشتلة جزرها تخنايت محتاجة مكان اكبر تكبر فيه القسيس بتاعنا بقى جردل ملنى خليط من الرملة والبيتموس بس الرملة اكتر لان نباتة الطماطم محتاج تربة جيدة تصار والخاصية دي متوفرة جدا في التربة الرملية بس اهم حاجة ان الرمل يكون مخصول بمعنى املاحه قليلة او سبق زراعة فيه وطبعا الجردل فتحنا له فتحة من تحته عشان ينزل المية زيادة ودي اهم خطوة طبعا عشان الجزول متعفنش دلوقتي هنحفر حفرة في القسيس الكبير ده اللي هو الجردل بحيس ان هو ياخد الشتلة بجزرها بالطربة بتاعتها القديمة بعدين هنمسك الشتلة هندخل صوابعنا ما بين الشتلة كده ونيلب القسيس ونشيل القسيس الزغير القديم اهم حاجة بس نطلع الجزور بالبيتنس بتاعها عشان متاخدش هوا والشتلة تموت او الجزول تتقطع هذه الجزور بدأت تكتر وتتخنق فكان لازم نحطها في الصيز اكبر نحط الشتلة في الجردل طبعا هنحط الخشبة بتاعتنا اللي احنا متميز بها ده نبات ايه وهنسق كويس نطلع اي هوا نزمن نسق بسرعة وبعدين نسمت مكمبوست نباتي حيواني 50-50 دايما نفضره لان لما يكون حيواني بس ممكن يكون حامي او شديد عالنبات صوصا هو شتلة لسه هنسقي تاني وزي ما قلنا ان النبات مصاب بيقافد حفرات الأنفاق اللي هي التوتا ابسوتا هنسب مبيت حشل ليه متوافرة على امازون هو بستبان هتلاقيه سعره رخيص وهتلاقيه على امازون وجوميا هنحطه منه على مية ونبدأ من الرش فهنرش كويس جدا لان النبات مصاب بشكل كبير جدا هناخد بقى النبات ونحطه في ماركن احنا اخترناه بحيس اللي هو ما بيتعرضش الشمس مدة طويلة فاقصد هنا اشياءات شمس مباشرة بقى تزدع عن شكل الجردل لان اعرف شكل وحش بس ده اللي انا لقيته وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هجيب عصاري شكلها حير وهما حاجة هنغلس كشب جنبيها لان النبات محتاج دعامة يطلع عليها نبات الطماطم وده فيديو سابق الفيديو اللي فات سبحان الله النبات كان لسه بادرة صغيرة كنا منبتنها في منديل بس كده لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وقل لي في الكومنتات عايزني اشرح لك زراعة نبات ايه في الفيديو الجاي سلام وما تخليش حاجة تزعى لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة